فيما يبدو تصعيدا جديدا بين الصين والولايات المتحدة قررت بكين تحذيرها من أن واشنطن ستتحمل العواقف في حال أتمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارتها إلى تايوان ورغم أن بيلوسي لم تؤكد زيارتها إلا أن هذه الخطوة المحتملة تثير قلق إدارة الرئيس جو بايدن خشت اعتبارها تجاوزا لخطوط الصين الحمراء بينما تقول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه من المهم أن تظهر واشنطن دعمها لتايوان في المقابل أكدت وزارة الدفاع الصينية أن زيارة بيلوسي المخطط لها خطوة لدعم استقلال تايوان ولن يغض الترف عنها مشددة على أن الجيش الصيني سيتخذ إجراءات قوية لإحباط أي تدخل خارجي ومحاولات انفصالية لاستقلال تايوان للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه حيث تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ منها هذه التحذيرات تتزمن مع فتح بعض قنوات التواصل بين الجانبين فيما يراه مراقبون جهدا لنزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة والصين ففي محادثة هي الخامسة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني جي جين بينج شهد الاتصال مناقشة عديد الملفات والقضايا من التوترات حول تايوان إلى القتال في أوكرانيا وفي حين تلتزم الولايات المتحدة رسميا بسياسة صين واحدة ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان فإن القانون الأمريكي يلزم واشنطن بتزويد الجزيرة بوسائل دفاعية هذا تحديدا ربما ما دفع البيت الأبيض كي يسارع إلى التأكيد على أن هذا المصار لم يتغير فيما أكد منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن بلوسي وحدها من يقرر إذا كانت ستطير إلى تايوان أم لا شكرا